وإلى متبعة رحلة قطيع الفيل في مقاطعة يونان جنوبية الصين حيث لازل القطيع في أشان التابعة لمدينة يوشي أما الفيل الذي ظل طريق بعيدا عن القطيع فهو يتحرك حاليا على بعد نحو 24 كيلو مترا من مدينة كومينغ قضى قطيع الفيل يوم السبت في محافظة أشان حيث تناول الذرة وشتلات الأرز ثم أمضى ليلته نائما على منحدر قبل أن ينتقل إلى بركة صغيرة للهوي والاستحمام